أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة مهمة وتغدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أشار مدبولي إلى أنها تسهم في دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مضلة الاقتصاد الرسمي ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها وضمها إلى منظومة الشمول المالي تنفيذ لتوجهة القيادة السياسية في هذا الشأن كما شدد مدبولي على ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة